أهلاً بكم في درس جديد من قناة تعلم الإنجليزية مع أميرة في درسنا النهاردة هنتعلم المعاني المتعددة للفعل الجاد في اللغة الإنجليزية تعالوا نبدأ الدرس تنقسم معاني هذه الكلمة إلى عدة أقسام يعتبر الحصول على شيء ما أو تقديمه الاستخدام الأسهل لهذا الفعل أمثلة ماذا تلقيت كهداية على عيد ميلادك؟ I got a new bike حصلت على دراجة جديدة في الأمثلة السابقة من الممكن استبدال كلمة get بكلمة receive بمعنى يتلقى أو acquire بمعنى يحصل على لكن هاتين الكلمتين متكلفتين ورسميتين بالنسبة للاستخدام اليومي لذلك يفضل المتحدثون باللغة الإنجليزية استخدام كلمة get في معظم الأوقات يمكن استخدام get أيضا لإعطاء المعنى المعاكس تماما أي التقديم والإعطاء بدلا من الاستلام مثل الجمل التالية هل يمكنك أن تعطيني قلما؟ I got my sister souvenir when I was on vacation قدمت لأختي تذكارا عندما كنت في الأجهزة لكن كيف نعرف متى تعني هذه الكلمة؟ تلقي شيئا ما ومتى تعني إعطاء شيئا ما يمكننا بكل سهولة النظر إلى المفعول به فإذا كان غير مباشر فإن الفاعل في الجملة يعطي شيئا ما للمفعول به وإلا فإن الفاعل في الجملة يتلقى شيئا ما أمثلة I got a cookie from the store أنا حصلت على قطعة بسكويت من المطقر أنا الفاعل حصلت على قطعة بسكويت مفعول به مباشر لا يوجد في الجملة السابقة مفعول به غير مباشر فهنا تعطي get معنى الحصول على شيئا ما I got my dad a cookie from the store أنا أعطيت والدي قطعة بسكويت من المطقر أنا الفاعل أعطيت والدي مفعول به غير مباشر قطعة بسكويت مفعول به مباشر في هذه الجملة الفاعل يعطي البسكويت إلى شخص آخر المفعول به غير المباشر وبالتالي المعنى هنا هو يعطي ثانيا الوصول والتنقل يعتبر الحديث عن الوصول إلى مكان ما من الاستخدامات الشائعة لفعل get أيضا ويمكن استبدال كلمة get بالفعل arrive في هذه الحالة لكنها ستبدو مثل سابقتها متكلفة ورسمية كثيرا أمثلة جلست عندما وصلت إلى الصف يجب أن تصل البطاقة البريدية إلى فرنسا الإسبوع القادم يمكن التحدث عن العديد من حالات الحركة والتنقل باستخدام الفعل الجهد كما في الحالات التالية get up ينهض get away يغادر مكان ما ثالثا تغيير الحال يصف فعل get الوصول إلى مكان ما فيمكن استخدامها لوصف الانتقال المجازي من مكان إلى آخر من حال إلى آخر أمثلة my hands get cold when I am outside in the winter تصبح يدي باردتين عندما أخرج من المنزل في الشتاء let's get started لنبدأ تأخذ get معنى مألوفا أكثر من become بمعنى يصبح يمكن لget أن تستخدم لوصف سبب التحول مثل the rain got my shirt wet جعلت المطر قميسي مبللا being in class too long gets me sleepy يجعلني البقاء في الصف الفترة طويلة أشعر بالنعاس رابعا الحديث بصيغة المجهول يمكنك استخدام get للحديث بصيغة المجهول باللغة الإنجليزية أمثلة my phone got stolen yesterday سرق هاتف المحمول أمس my friend doesn't think he'll get accepted into his favorite university لا يعتقد صديقي أنه سيتم قبوله في جامعة مفضلة خامسا الملكية والعلاقات يمكنك أن تصادف هذا الاستخدام كثيرا في اللغة الإنجليزية على الرغم من أنه غير صحيح قواعديا يمكن استخدام التعبير have got أو has got للتعبير عن ملكية شيء ما يجب أن يكون التصريف الثالث من فعل get هو gotten لكن يشز هذا الاستخدام عن القاعدة أمثلة I've only got a sandwich for lunch ليس لدي سوى sandwich واحدة للغداء I'm afraid I've got some bad news للأسف لدي بعض الأخبار السيئة بعض المصطلحات الشائعة باستخدام get قد يصعب حفظ جميع الاستخدامات الممكنة لهذه الكلمة المميزة باللغة الإنجليزية لكن يمكنك أن تبقي بعض المصطلحات في ذهنك لتستطيع فهمها لاحقا عندما تسمعها مرة أخرى وهذه مجموعة تعبير تعتمد على فعل get get lost اذهب بعيدا وتركني وشأني get sick يمرض أو يتقيأ بحسب الصياء get it يفهم طريقة شائعة للتعبير عن فهم شيء ما get in trouble يتورد في مشكلة ما get going يشير هذا التعبير إلى فكرة البدء بشيء ما وبكده يكون درس النهاردة انتهى وإلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر